اشتركوا في القناة سنشكل معا أسدا لطيفا هكذا وسيارا رائعة إذن هيا نبدأ بالتعلم مباشرة سنرسم سيارا وأسدا سنقوم بتشكيل السيارة أولا نجهز طبقا معدلا للاستخدام للمرة الواحدة ثم نقصه نصفين هذا يكون جسد السيارة وهنا نقص إطارات السيارة ونلسقها هيا يا أعزائي لونوها باللون الذي تريدونه سنقص الشبابيك أيضا ونلسقها فقط لنترك الأجزاء التي سنلسقها ونقوم بتلوين الباقي ترجمة نانسي قنقر 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 ثم سنقوم برسم الإطارات والشباب ترجمة نانسي قنقر 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 ثم نحاول لسقها هكذا ترجمة نانسي قنقر نقلبها ثم نلسق الشريط اللاسق من الجهتين يمكن قطعه باليد أيضا جيدا هكذا هكذا يجب أن نلسق إطارات السيارة من الجزء العلوي لكي تثبت أليس كذلك؟ نعم هكذا اكتملت السيارة عن عن بعد ذلك نخرج طبقا معدل للاستخدام للمرة الواحدة وسنقوم هذه المرة بتشكيل الأسد وابقونا لكي ترitte له ايئة اجرى اشتركوا في القناة هنا سنحاول رسم جزء اللبدة بعدما نرسم هذا الشكل نقوم بقصة موسيقى 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 نعم إذا قمتم بقصها فسنكون بتلوين وجه الأزاد موسيقى 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 ثم سنقوم بتلوين اللبدة موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هل سنستطيع فعل ذلك؟ بعد ذلك سنرسم الأنف والفم والذقن موسيقى 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 والآن هكذا تحولت طبقان المعدان للاستخدام لمرة واحدة أحدهما لسيارة والآخر لأسد واكتمل هكذا يا أعزائي كيف كانت محاضرة اليوم؟ يا أعزائي مدهش جدا أنه يمكن تحويل الأطباق المعدة للاستخدام لمرة واحدة إلى سيارة وأسد أعتقد أن أصدقائي يمكنهم الرسم بشكل أروع وبألوان أكثر روعة لا يجب أن تفعلوا مثل ما فعلت تماما أصدق تماما يا أنكم يا أصدقاء سترسمون بشكل أكثر روعة إذن في المرة القادمة أيضا سنقوم بالتشكيل بأطباق معدل الاستخدام لمرة واحدة تطلعوا لهذا أيضا مع السلامة